أعربت المملكة عن رفضها التام واستنكارها للإعلان بل واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة وأكدت المملكة على موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا وأن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لمثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الرقم 242 لعام 1967 ورقم 497 لعام 1981 وستكون له أثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستغرار المنطقة ودعت المملكة العربية السعودية كافة الأطراف إلى احترام مقرارات الشرعية الدولية ومثاق الأمم المتحدة